المشورة والمساعدة والتمكين شعار جديد يعمل تحت مظلته التحالف الدولي ضد داعش بدعوة من الحكومة العراقية إذ أعلنت قيادة المهام المشتركة عملية العزم الصلب إكمال انتقالها إلى مهمة غير قتالية في العراق قبل نهاية العام الحالي كما هو متفق عليه قائد القوة الجنرال جون برينان أكد أن الدور القتالي لقوات التحالف الدولي سيكتمل تزامنا مع الذكرى الرابعة لإعلان النصر على داعش وشدد على بقاء بعض القوات في البلاد بدعوة من جمهورية العراق لتمكين قواته الأمنية وتقديم المشورة والمساعدة لها ولفت الجنرال برينان في بيان إلى أن القوات العراقية التي تعمل على القواعد العراقية ستوفر الحماية لأفراد التحالف المتبقين بصفة ضيوف مدعوين من دون أي دور قتالي إلا أنهم سيحتفظون بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس بغداد من جانبها أكدت هذا التحول المرتقب لمهام قوات التحالف حيث أعلن مستشار الأمن الوطني قاسم العرجي انتهاء المهمة القتالية لتلك القوات وانسحابها من العراق رسميا على حد تعبيره بعد انتهاء جولة الحوار الأخيرة معه والتي بدأت في العام الماضي مؤكدا أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معا أكد من جانبه البيان الأمريكي وقال أن أفراد التحالف سيكونون موجودين في البلاد بدعوة من الحكومة وفق ما يحفظ السيادة العراقية في ضوء عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخرا إلى خارج العراق فأن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاقي عليه وأكد مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي بأن التعاون سيستمر بين القوات العراقية والتحالف الدولي على صعيد مشورة والمساعدة والتمكين ولفت معاني لأن قادة عسكريين عراقيين عرضوا خلال اجتماع عقد في مقر الخلية مع قادة من قوات التحالف القائمة الأولى بحسب الأولويات للتعاون المؤسساتي التي تخطط القوات الأمنية العراقية والتحالف وبعت تحلف شمال الأطلسية الناتو التركيز على دورها المشترك خلال الأشهر الأربع والعشرين المقبلة وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح أمس الأربعاء أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بمهام قتالية في العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون أول ديسمبر هذا العام بعد سبعة أعوام على تأسيسه تغيرت مهام التحالف الدولي ضد داعش بشكل جذري فمن العمليات اليومية في سوريا والعراق اختلف المشهد بشكل كبير اليوم مع إعلان نهاية العمليات القتالية التحالف المؤلف من أربع وثمانين دولة وضع عند تأسيسه لائحة بأبرز مهمه في مقدمتها ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة ومواجهة دعاية تنظيم داعش وتقدم التنظيم الإرهابي بالإضافة إلى وقف تدفق المقاتلين إلى جانب والتصدي لجهود تمويله أما اليوم فيعلن التحالف أن مهمته الجديدة تتعلق ببشرة دعم القوات العراقية في تصدي لمحاولة عودة تنظيم داعش ولخص التحالف مهمته في ثلاث كلمات هي مشورة ومساعدة وتمكين وبعد سبعة عوام على التأسيس لا يزال 2500 جندي أمريكي يعملون في العراق كما يوجد هناك ألف عنصر من دول التحالف هذه القوات ستكون مهمتها التدريب والمشورة للقوات العراقية كما ستقوم أيضا بتدريب قوات بشمركة بالإضافة إلى التدريب سيكون لدى السلطات العراقية القدرة على الاستعانة بهذه القوات للتدخل عند الحاجة في مواجهة أي تهديد إرهابي للعراق وللمزيد من التعليق والمناقشة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن الخبير العسكري والمدير السابق لبرنامج العراق في مجلس الأمن القومي دوغلاس أليفانت ومن بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي والمستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معنى الجبوري أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد دوغلاس ما موقع التعاون الاستخباراتي ما بين الجانبين من هذا الانتقال الذي جرى التعاون الاستخباراتي لا يجب أن يتغير بطريقة كبيرة عملاء الاستخبارات ليسوا قوات قتالية هم يقدمون المشهورة ومشاطرة المعلومات هي جزء أساسي من هذا القوات المقاتلة تركت قبل فترة وهذا هو عبارة عن تأكيد أو وضع تاريخ على المسألة القوات الأمريكية لم تقاتل منذ فترة ولكن مشاطرة المعلومات مستمر اليوم وسيستمر في المستقبل هذا جزء كبير من وظيفة التمكين التي تركت مقر التدريب أو كما يسمح مقر التدريب في العراق سيد معان مشهورة مساعدة تمكين ما الذي يعني هذا للجانب العراقي من الواضح أن هذه آخر خطوة من مخرجات الحوار الاستراتيجي التي تمت مؤخرا في اللقاء الذي جمع الرئيس الوزراء العراقي الكاظمي بالرئيس بايدن في واشنطن وحول هذه القوات إلى قوات التدريب والمشهورة والتمكين التمكين هي الكلمة الجديدة التي أضيفت حقيقة هي تعني تأهيل القوات المسلحة العراقية للرقي والوصول إلى مستوى القوات القتالية الأمريكية ونحن نعلم أن القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية بشقيها في الحكومة الاتحادية وفي إقليم كردستان تمتلك من الخبرة والمهنية الآن ما يؤهلها لمقاتلة داعش كل ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي وتحديدا الولايات المتحدة هو المعلومة الاستخباراتية وهذه أهم فقرة مساعدة للقوات العراقية الميدانية على الأرض لكي تترجم المعلومة إلى عمليات استباقية وضربات إلى تنظيمات داعش ومن ثم تبقى التسليح والتدريب والمشورة هذه عوامل أيضا تصف في صالح القوات المسلحة العراقية العراق ليس بحاجة إلى كوماندوز على الأرض ومنذ فترة فعلا هناك بعض العمليات النوعية التي تقوم بها قوات التحالف تحديدا القوة الجوية الأمريكية أيضا لما تمتلكه من خبرة وإمكانيات عالية تساعد هذه القوات ونحن نعلم أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي يوم أمس بأن القوات تكون جاهزة في أي لحظة وموجودة هذا يعني أن في حال طلب الحكومة من الجانب الأمريكي المساعدة هناك أيضا قوة موجودة التي أيضا تقدم الخدمة إلى الخبراء الأمريكان إلى السفارة الأمريكية نحن نعلم أكبر سفارة أمريكية موجودة في العالم هي في بغداد في الجرينزون وطبعا هذه تحتاج أيضا إلى قوات دفاع وقوات حماية متخصصة ومتمكنة لمساعدتها سيد دورلس ما اصطلح على تسميته بفلول تنظيم داعش غير أيضا من مهامه وطريقة عمله خصوصا في المناطق النائية والمناطق الحدودية كيف سيؤثر هذا التغيير في مهم التحالف الدولي على نشاط التنظيم لا لا أعتقد أن هؤلاء الفلول نظر إليهم بالاعتبار هذه لم تعد مشكلة لا للولايات المتحدة ولا للعراق هذه مشكلة استخباراتية والقوات التي تقوم بمعظم العمليات ضد داعش داخل العراق اليوم هي قوات وزارة الداخلية العراقية وهذا مناسب جدا الآن هذه مشكلة شرطة وليست مشكلة عسكرية قبل سنوات عندما سيطرت داعش على الموصل المشكلة كانت عسكرية كنا نعرف بالضبط أين هم في الموصل ولكن إخراجهم من الموصل كان صعبا جدا وتطلب قوة عسكرية المشكلة اليوم هي العكس نحن لا نعرف أين قوات داعش هذه موجودة أين موجودة بشكل يومي نعرف بشكل عام ولكن لا نعرف في أي كهف يختبئون وبالتالي هذا يتطلب معلومات استخباراتية وعندما نعثر عليهم هم في مجموعة صغيرة وهذه مشكلة شرطة قد تحتاج إلى قوات خاصة دعم قوات خاصة المشكلة تحولت من مشكلة يتعامل معها الجيش إلى مشكلة تتعامل معها الاستخبارات والشرطة سيد معا هذه خطوة أمنية واضحة لكن ما تأثيرها السياسي في الداخل العراقي طبعا هذه تسحب البساط من تحت القوى الفصائل المسلحة وبعض الميليشيات وبعض الأحزاب التي تطالب بتحجيم الدور الأمريكي وبإنهاء الدور التحالف الدولي وتعدها حتى هذه اللحظة وأقولها للأسف أنها تعدها قوات احتلال وليس قوات مساعدة هذه تعطي زخما كبيرا إلى الحكومة العراقية تحديدا حكومة السيد الكاظمي التي حققت هذه الخطوة وتحول هذه القوات من قوات قتالية كما متفق عليه إلى قوات مشورة وتمكين وطبعا تؤثر على استقرار الوضع الحكومي ولكن بصراحة أعتقد هي في الجانب الآخر الجانب العسكري أي تعركات داعش الإرهابي على الأرض قد يستفيد منها نسبيا لأن الضربات التي كانت توجهها قوات التحالف كما ذكرت والتحالف الخصوص القوى الجوية وأيضا الضربات النوعية ودعم القطعات العراقية في عملياتها هذه تعطي فرصة أكبر بصراحة لداعش لأن ينشط وخصوصا نحن لمسنا هذا الجانب في الفترة الأخيرة نشاط داعش سواء على شكل ذئاب منفردة على شكل خلايا نائمة على شكل مجامع صغيرة يتراوح عددها من خمسة إلى عشرة أفراد نشطت في الفترة الأخيرة وتحديدا في المناطق المختلف عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من محافظة الديالة إلى صلاح الدين كاركوك نينوى وحتى باتجاه الحدود السورية هذه أرض خصبة لداعش وتحركاته نتيجة الفراغ الأمني الحاصل لذلك التحالف الدولي له دور فاعل في مساندة القوات العراقية على جميع الصعود سيد دوغلس كانت من المهمة الواضحة لتحالف أدولي ما ذكر في التقرير قبل قليل وهو مسألة مواجهة دعاية داعش ما الذي حققه التحالف حتى الآن في هذا الملف هناك شيئان حدث أولا كل أنواع المنظمات وقفت سويا لضحض دعاية داعش أيضا المهم أن هذا حدث في العالم الإسلامي هناك مجموعات في بغداد والرياض والإمارات وتركيا كلهم نبذوا الدولة الإسلامية وأوضحوا أنها لا تتحدث بلسان أغلبية المسلمين الحقيقيين في العالم كانت هذه أهم خطوة ثانيا الحقائق البسيطة على الأرض جعلت الدعاية أكثر صعوبة من السهل أن تحقق حملة دعائية عندما تسيطر على مدينة بعد مدينة بعد مدينة ولكن عندما الخلافة تتقلص إلى لا شيء وكل المدن تسقط فمن الصعب تجنيد شبان يسعون للمغامرة وكان هذا يحدث مع تقلص دولة الخلافة ومقاتلو داعش حاولوا التخلي عن التنظيم وأصبحوا لصوص ويختبئون بين الجبال والوديان أو أي مكان يختبئون فيه اليوم الدعاية صعبة عندما تكون في موقع الخسارة وكان من الأسهل على داعش في عشرين أربعة عشر وستة عشر القيام بالتجنيد عندما كانت تحرز نجاحا سيد معانا أشرت قبل قليل إلى مسألة الحدود مع سوريا الكثير من المسؤولين العراقيين أشاروا إلى صعوبة مراقبة كل هذا الشريط الحدودي الطويل هل من تأثير لهذه الخطوة على جهود ضبط هذه المنطقة نعم لابد من أن يكون هناك تكاتف إقليمي نحن نعلم أن تنظيم داعش تنظيم دولي ليس على مستوى العراق كما هو معلوم يعني يضرب في الشرق العوسط في شمال أفريقيا حتى في داخل أوروبا كانت لهذه نشاطات لذلك الحدود السورية منذ عام 2003 حتى اللحظة كانت تشكل عقبة ومشكلة إلى العراق دخول وخروج الإرهابيين الدواعش عبر الحدود نتيجة الفضاءات الواسعة أكثر من 650 كيلومتر وتتخللها وديان وصحاري وسهول لم يتم ضبطها حتى وقت متأخر وزاد الطين بل حقيقة الرباك داخل سوريا أيضا نحن نعلم هناك أيضا نشاطات لداعش وكثير من المنظمات الإرهابية في الداخل السوري إضافة إلى الصراع التركي في الداخل السوري وفي الداخل العراقي بتأثير حزب البككة من ناحية الذي يعمل من شمال العراق وعلى الحدود السورية وأيضا بالنسبة للقوات في الداخل السوري ضد تركيا هذه كلها أربكة المشهد في الداخل العراقي وكانت ولا تزال الحدود العراقية السورية عقبة ومشكلة أساسية في خروج ودخول الإرهابين والأسلحة الخارجة عن القانون وطبعا حتى هذه اللحظة بما أن الوضع في سوريا لا يزال في إشكالات التناحر الإقليمي يصب أيضا في مصلحة داعش للأسف ويصب في إبقاء المشهد على ما هو عليه في المنطقة سيد دوغلاس أخيرا مع تغير هذه المهام كيف تغير حجم ما نعرفه عن تنظيم داعش أعتقد أن التغير في المهام التي نعلن عنها اليوم هي عبارة عن إجراء رسمي المهمة تغيرت قبل سنوات قوات القتال الأمريكية سحبت معظمها على الأقل انسحب في العشرين ثمانية عشر عشرين تسعة عشر بعد سقوط الموصل لا حاجة لهذه القوات المقاتلة الآن ولكن الأمور استمرت حتى عشرين وعشرين ولكن معظم القوات انسحبت منذ فترة وأي شيء يتبقى سيغادر بنهاية هذا العام من ناحية التأثير تقريبا لا شيء لأن المنقف لم يتغير عدا العنوان لم تكن هناك قوات أمريكية تقوم بعمليات قتالية في العراق لفترة من الزمن كان هذا صحيحا بالأمس صحيح اليوم وسيكون صحيحا غدا وبالتالي لا تغير هام بالنسبة للتأثير على القتال ضد داعش الخبير العسكري والمدير السابق لبرنامج العراق في مجلس الأمن القومي دوغلاس أوليفان ومن بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي مع الجبورية شكرا جزيلا لكم 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 شكرا جزيلا لكم